مساء الخير واهلا وسهلا بكم. نهارده ان شاء الله بازن الله هنشرح مع بعض طريقة ازالة الاعلانات المزعجة من على هواتف الاندرويل. الاعلانات حاجة مملة جدا بتجي لنا كتير على الموبايلات بتاعتنا وبنبقاش عارفيني الاسباب بتاعتها وما بنقدرش نستخدم الموبايل منها. سواء بتيجي تفتح اللوك بتاع الموبايل او بتيجي تتصفح في اي حاجة جوا الموبايل بتلاقي اعلانات كتير جدا بتوعية بتجي لك ورا بعضها وانت مش عارف السبب بتاعها ايه. حاجة التانية اول ما تيجي تفتح انترنت بتلاقي فيد كبير من الاشعارات والاعلانات ودي بتسبب في تهنيج التليفون وانت ما تبقاش عارف تستخدم الموبايل. النهارده بازن الله هقول لك على الطريقة اللي انت تقدر تحزف بيها جميع الاعلانات دي ويرجع موبايلك تاني اكن وجديد من غير اي ومن غير ما تمسح اي حاجة من على الموبايل شخصية. عندنا امثلة كتير للاعلانات اللي بتظهر دي معظمها بيقول لك ان موبايلك تم اختراقه اضغط هنا للتنظيف. غيرها بيقول لك ان موبايلك عليه فيروسات كتير اضغط هنا للتنظيف. غيرها ان انت لما بتيجي تتصل باي حد بتلاقيه دخلك في اكتر من برنامج وفي اكتر من حاجة وبيقعد الموبايل يحمل حاجات كتير بسبب الموضوع ده. غيره بيقول لك ان درجة الحرارة مرتفعة. طبعا دي اشكال كتير جدا للاعلانات ديت. فان شاء الله النهارده هنبدأ نزيل كل الحاجات دي. بس قبل ما نبدأ الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ولو عندك اي مشكلة تقدر سبها لي تحت في الكومنتات. وقبل ما ابدأ معاك هتطلب منك طلب صغير جدا يا ريت ما تجريش الفيديو ده عشان كل حاجة انا هقولها لك في الفيديو ده هتكون مهمة جدا وهتساعدك. وحاول ان انت تطبق الخطوات صح زي انا ما هعملها لان الخطوات اللي انا هوريها لك هي مش حاجة ستندر مش نفس اللي انا هعمله انت هتعمله بالزبط كل واحد هيبقى على حسب موبايله. المهم ان احنا نوصل في الاخر لنتيجة مردية. يلا بينا كده نبدأ الشرح. هنبدأ اول حاجة ندخل على الاعدادات. بعد ما بندخل على الاعدادات كده بنبدأ ننزل نتحت وبنيجي هلا على التطبيقات. بنضغط كده على التطبيقات بيبدأ يحمل معايا التطبيقات بتاعتي اللي موجودة على الموبايل. زي ما انت شايف كده دي كلها تطبيقات عندي على الموبايل. الاعلانات دي يا جماعة بتيجي منين? هي بتيجي من جوة البرامج اللي عندك على الموبايل. طب ازاي اعرف البرامج اللي بتعملي الحاجات دي? اول حاجة برامج الانت فيروس او برامج الفيروسات هي اول حاجة بتجيب لك الاعلانات ديت طيب هعرفها منين هبدأ ابص كده في البرامج اللي عندي ايه اللي نازل مع التليفون وايه البرامج الغريبة اللي انا ما عرفهاش اي برنامج مكتوب عليك او تنظيف او فيروسات او 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 الى اخره هنبدأ دلوقتي نمسحه مع بعض زي ما انت شايفين كده لو نزلت شريط الاشعارات شايفين كل الاشعارات دي اهي كلها بتقولي ان الموبايل في مشاكل كلها بتقولي موبايل في فيروسات كل الكلام ده كده زي ما انت شايف طيب هنسيبنا من كل الكلام ده ونبدأ كده مع بعض هبدأ كده اتفحص كده في البرامج كده واقراها واحدة واحدة بكل هدوء واشوف ايه الحاجات اللي جاية مع الموبايل وايه الحاجات اللي لا واي برنامج هنا انا مش هعرفه فياريت امسحه على طول عندنا مسلا اول حاجة اللي هي تعزيز مرة واحدة تعزيز مرة واحدة ده واضح انه هو برنامج انتيفيروس طيب انا هعمل في ايه بدون اي تفكير هبدأ امسح البرامج دي هبدأ اعمل له كده الغاء تثبيت انا كده عملت له الغاء تثبيت اهو تمام اهو شايفين بقى الرسالة بتوعت تيجي اهو هنبدأ تحت كده اي حاجة شكين فيها هنقدر ان احنا نعمل لها الغاء تثبيت بدون اي مشاكل اهو اهو دوت برضو من ضمن حاجات التنظيف اهو تبدأ تعمله الغاء تثبيت وترجع تاني كده وتبدأ تشوف غيره طيب هتنزل كده لحد ما تبدأ تمسح اهو فول كلينار ده لحد ما تمسح كل البرامج دي كده بالتبعية وما تسيبش اي برنامج انت شاكك فيه ولا واحد في المية اهو تعمل الغاء تثبيت اهو تمام اهو في بعضها مش هيرضى يتمسح معك من اول مرة طبعا هتحاول معاه مرة واثنين وتلاتة اهو هننزل لتحت نشوف كل البرامج طيب دي كانت اول حاجة عشان اقدر ان انا اشيل الاعلانات اللي بتجيلي طيب الحاجة التانية هي ايه الحاجة التانية عندنا مسلا برنامج زي برنامج شرط دوت بيجيب لنا اعلانات كتير كده جدا اول ما بتنزل لتحت كده بتلاقي مسلا اهو ده شرط اهو زي ما انت شايف اللي انا معلم عليه ده ده شرط اهو وجايب لك برضو واعلانات وجايب لك ساعات بيجيب اه يعني صور مش كويسة او كده طيب ده انا هعمله ايه لو انا عايز اوقف الاعلانات بتاعته دي هبدأ كده هنا زي ما انا موجود في الاعدادات وفي ادارة التطبيقات ابدأ ادور على برنامج الشير ات هندغط كده في البحس فوق خالص وهنكتب شير ات بعد ما دغلنا على برنامج الشير ات هندغط على اول اختيار عندنا اهو ادارة التنبيهات ادارة التنبيهات دوت هتيجي هنا على السماح بالاشعارات وهتعمله اغلاق اول ما تعمل اغلاق او قفل لي السماح بالاشعارات دي هتبدأ جميع الاشعارات اللي بتيجي عن طريق البرنامج دي سواء الصور او الفيديوهات او الاعلانات او اي حاجة مخلة بتيجي طبعا دي هتوقف خالص هتلاقي البرنامج ما بيبعتلكش اي اشعارات ولا اي اعلانات وفي الحالة ديت البرنامج يا ما انا مش هيقف معاك لا البرنامج هيفضل شغال عادي جدا ولكن انا وقفت كده الاعلانات بتاعته طيب عندنا حاجة كمان بتسبب اعلانات كتير وهي متصفح جوجل متصفح جوجل كوروم من الحاجات الكتير جدا اللي ناس بعثت لي ان هي بتجيب اشعارات هدخل كده على المتصفح بتاع جوجل كوروم برضو من نفس المكان الاعدادات بعد كده التطبيقات وادارة التطبيقات هدخل برضو على ادارة التنبيهات كده وسماح دي هقوم عمل لها اغلاق بالزبط كده اهو انا كده عملت لها اغلاق بس فاضل حاجة مهمة جدا هنا لازم برضو عملها استخدام ساعة التخزين استخدام ساعة التخزين ديت لازم اعمله مسح التخزين المؤقت بعد كده بعمله ادارة المساحة بعد كده بعمل محو جميع البيانات اهو بعد كده بضغط له حسنا كده بضمن ان جوجل برضو ما جاب ليش اي اشعارات او اي فيديوهات او اي صور من اللي هي بتيجي على الهاتف وهبدأ كده اراجع تاني اشوف هل يطرى عندي اي برنامج تاني انا شاكك فيه او معرفوش وهبدأ اهو عندي الشيرت وخلاص كده افنا الاشعارات بتاعته اي برنامج يا جماعة اهو فون سيكيورتي ده برضو نفس القص هعمله الغاء تثبيت ممكن برنامج واحد بس يفضل على الموبايل بتاعك هو اللي يعمل لك المشكلة دي فانت حاول ان انت ما تسيبش اي برنامج وتراجع كده كل البرامج بالراحة جدا جدا عشان برنامج واحد ممكن يسبب لك المشاكل دي طيب في حاجة تانية برضو لازم تاخد بالك منها كويس لما ترجع كده رجعنا كده خالص اول حاجة لما تيجي تبص ولقيت الحاجات دي لسه موجودة عندك بتبدأ تشوف هنا الاسم زي ما انت شايف اهو سكرينشوت او الحماية او تسجيل الشاشة بتلاقي اسم الاشعار جاي لك هنا على جنب اسم الاشعار ده لو لسه في حاجة هتلاقي اسم الاشعار ده هو اسم البرنامج اللي بيجيب لك كل اللي انت هتعمله لو انت طبعا بعرفتش بعدها بتخش على الاعدادات زي بقلتلك هتخش على التطبيقات وإدار التطبيقات وهتبدأ هنا في الشريط البحث تكتب اسم البرنامج اللي انت شفته فوق في الاشعارات وساعتها ان شاء الله بعد ما تحزفه بش هتلاقي ولا اعلان بإذن الله يجي لك كده كان شرح فيديو النهاردة اتمنى منكم بقى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وعندك اي سؤال سبولي تحت في كوميتات وان شاء الله هساعدك في قرب وقت ممكن واشوفكم على خير بإذن الله الفيديو الجاي اشتركوا في القناة